يلا بينا نفتح الباب للأوردرات الجديدة زيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وحشتوني جدا 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 النهاردة فيديو هنعمل فيه انبوكسنج لأوردر شريحة اونلاين من ايكايا اول مرة اعمل أوردر من ايكايا وكمان طلبة حاجات كنت اكسسوريز وديكورات وحاجات للبيت منشي انا من الجالوري في السويس ووصلني مدينتي مفيش ساحة توصيل حاجات توحفة جدا 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 وعايز قلوك جماعة الوردر بتاع ايكايا مدفعتش فيه توصيل خلص ما عرفش بقى هل علشان بيعدي سعر معين يبقى التوصيل فور فري ولا عشان اول مرة انا اول مرة اطلب اوردر من ايكايا اونلاين انا دايما بروح ايكايا نفسه وصور لكم فيلوجز وحاجات كده تعالوا نشوف خلونا نفتح كده ونتفرج على الحاجات اللي انا طلبوها خلونا بس اتكلمكو عن كمية الحاجات اللي حطناها علشان محصلش تلفيذات للوردر احتياطات امنية رهيبة بوصوا بقى جماعة مكافينين من الحاجات الازازة لو في حاجة انت طلبوها ازازة فهم متجبسينها حرفيا ماتخفيش مش هيجرى لها اي حكس بوصوا بقى ده بطك للمطبخ بطك بتاعي نرمي فيها حاجات في المطبخ وكده ودي هكات هكات يا جماعة رهيبة هقول لكم ليها افكار كتير جدا ده شكل الباسكت الباسكت ده بتاع المطبخ بدل الباسكت الاحمر ده يا جماعة شكله ما كانش لايق على المطبخ خالص ولا لايق على الشكل عموما والديكوريشن والحاجات دي فطلبت ده من ايكا سعره تمنمية او تمنمية تسعة وتسعين حاجة كده مش فاكرة وحجمه كبير وجسمه ملموم يعني هو رفيع بس طويل من جوا بصوا عامل ازاي بياخد حاجات كتير جدا وبيليم حاجات كتير جدا انه غاملنا انا ضد الباسكتات المطبخ اللي بتبقى كبيرة قوي قوي علشان نضطر ان احنا ايه يعني نغيره كل يوم احنا عايزين نغير الكيس كل يوم نرميه فعشان ما يبقاش كبيرة قوي 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 تمام بصوا بقى ها بيتركب وجيبلكم معاه ده بيقولكو زي تركبه والحاجات دي كلها حاجة بقى ممكن بصوا بي فاتحة صغيرة كده انتو ترموا منها وممكن تفتحوا الغطا كله ممكن ما تركبوش الغطا خالص براحتكو انتو عندكو تختاروا منها زي ما انتوا عايزين ودي بيجي معا كده عشان يركب زي المفصلة كده تركب في الغطا وفي الباسكت نفسه علشان تمسكه كويس وطريقة التركيب كمان سهلة جدا يلا بقى نشيل الباسكت وباخد مكان كبير جدا ولونه مش لايق على المطبخ اصلا واخد مساحة كبيرة كمان على القاضي ونحط الصغانون ده بصوا ملموم جدا ولونه حلوة قوي وشكله كمان احلى بس انا مش احطه بالطول كده انا هلفه وحطه بالعرض احسن علشان انا عندي كرسي المطبخ بحطه في الحتة دي وصدوه بعوز اطلع عليه او كده اجيب حاجات من الدولاب من فوق يلا نشوف بقيت الحاجة بصوا بقى يا جماعة دعنا نفتح نشوف يا ترى يا ترى يا هل ترى دي فيها ايه البابلز بقى دي هنقض مفرقعها بالليل مناش دعوة بيها دلوقتي بصوا يا جماعة بصوا على فكرة هم مش لفنها في البابلز بس هم كمان لفنها جوه في ورق زي الكارتون كده بتاع الكارتونة بصوا موضوع مطول استنوا هفتح واجلكم اه وصلنا البرتمان ده يا جماعة انتو عارفين طبعا ببرتمانات ايكيا من احلى واروع البرتمانات خصوصا الازاز وبكل اشكالها ده انا كنت عايزة اجيبه بالحجم ده بتطلبي انت بتدخلي على الابليكيشن بتاع ايكيا وبتفطاري كل الحاجات اللي انت عايزها وبتختاري انت تدفعي اونلاين او اه دفع كاش عند الاستلام وانا يا جماعة بنصحكم نصيحة ادفعوا كاش عند الاستلام محدش فيكو يدفع اونلاين علشان اول حاجة الوردر هيتأخر عليكو اه اه تاني حاجة اه هتبقوا من انتو من الناس اللي بتتركن على الرف لان خلاص الفلوس وصلت لهم فهم مش مضطرين ان هما يجوا بسرعة يوصل لك الحاجة رغم ان هما بيكتبوا في الابليكيشن لما بتعمل الوردر بتاعك ان الوردر هيوصلك في خلال يومين وبيحددوا لك المعاد والتاريخ اللي الوردر هيوصل فيه طيب اللي حصل معي ان انا عشان دفع اونلاين فالوردر اتأخر علي جدا وحصل مشاكل مع المندوب وبقى كل شوية حد يتكلمني يقولي انا هجيلك النهاردة ومحدش ييجي فعملت شكاوي وكانت يعني حاجة غريبة جدا بصوا بقى الهوكات دي ماتيريال تحفة يستنلس وتسقيلة جدا قوية قوي 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 اول فكرة انا عايزة اعملها بيها هي فكرة عملية جدا هستخدمها في الطويلت هقولوك تعالوا نشوف بصوا بقى الفكرة دي بتحطي الهوك على الكابينة وبتعلقي عليها حاجتين اول حاجة هي الفوطة بتاعت الشاور او البشكير بتاعك وانت دخلة تاخدي دوش تمام؟ هتعلاقيها كده تبقى قريبة من ايدك تقومي بس هجيبها على الطرف علشان تيجي طلعة تقومي شدها على طول ما تبقاش بعيد عنك وفكرة عملية جدا بالنسبالي يا جماعة دي اول حاجة تاني حاجة انا في فكرة تانية هعملها وهي ان انا هحط واحد تاني هنا في نفس المكان ده ورحل دي يمين وحط فيها زرع تمام؟ تبقى زرع كده نازلة لما عملها هوريها لكم تعالوا بقى ننتقل دي كاراتين امازون ماناش دعوة بيها اه اوردر تاني نبقى نفتحه بعدين نيجي للأوردر بتاع السويس الجاليري بتاع السويس اللي انا طلبة منه شوية دي كورات وبعدين ندخل على شيء في الاخر الأوردر بتاعتي هوا بصوا المكان اسمه دوبي السويس تمام؟ دوبي جاليري هتلاقيه على الفيسبوك تعالوا بقى نتفرج الكارتونة دي فيها ايه؟ الكارتونة فضي عشان انا طوضها بصول يا جماعة على القطعة الديكورية دي ده زي برواز 3D كده مجسم لونه جولد فضيع يا جماعة تقيل جدا ماتيريال طحفة طبعا دي ستيكرز ملزوقة بس عليه كده علشان تحفظوا لان هو مش في العرض هو جاي من المخزن على طول وهم هما مش جاليري بالمعنى الحرفي ولكن هما مخزن موجود في السويس بيستورد ديكورات من تركيا ومن أماكن برا المفروض وبيصدرها للقاهرة والمباقية المحافظات اللي عندهم جاليري فعشان كده سعرهم بيبقى حرفيا اقل النص فانا هحطها بصوا هم فكلك الورقة من عليها علشان تشوفوا شكلها بيبقى عامل ازاي المفروض في الحيطة اللي في النص دي بتاعت الواجهة بتاعت الريسيبشن تعالوا نشوف بصوا بقى الشكل النهائي اي رأيكم؟ هي فرق اضوقة بس لان انا الصبحي كنت بصور ولما اتركبت وكده بقى بالليل تمام؟ بتتعامل بمصمارين وهي مش تقيلة قوي ولا خلفية قوي بس هي معمول لها مكان مخصص لاثنين مصمار بتتعامل في الحيطة وبيجي معها المصاميري بتاعتها والفشر بتاعها او البتاع اللي بيدخل جوه المصمار ده مش عارف اسمه ايه تمام؟ وبتتعلق بالشكل ده وبتبقى طحفة جدا 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 وانا قلت هتعمل ماتشنج مقبع باب الشقة علشان في حاجات كده جولد تعالوا بقى واريكوا بقية الوردر بصتوا يا جامعة طحفة الساعة دي برضو نفس الديزاين بتاع البرواز في نفس الشجر والورق اللي هو فيه ده المعدن ده تمام؟ هي ساعة سيمبل جدا اكيد شفتوها الفترة اللي فاتت كانت طالعة ترند قوي واكيد عارفين اسعارها كمان جايبة طقم الشمعدانات ده من عند الدوبي برضو بص يا جامعة اقل من سعر النص والله مما بيبيع في القاهرة هنا تمام؟ كمان علبة المناديل دي اللي هي الميرر او المراية مش الشفافة والاتنين عنده بس انا اخترت دي علشان شكل المناديل من جوه ما يبقاش باين وبردو يا جامعة طبعا انتو عارفين اسعار الحاجات دي الحاجات دي والله بجد هو بيبيعها باقل من نص التمندين ما قلتلكه عشان هو مش جاليري بالمعنى الحرفي ولكن هو مستورد تعالوا بقى نفتح مع بعض الوردر بتاع شيئن المنظر ده مش حلو تعالوا نعمل منظر احلى بكتير البوتلز دي او الازايز دي يا جماعة على شيئن لي اسمه ايه؟ المسحوق بتاع المواعين اللي احنا بنغسل بيه المواعين وكده فشكل الازازة على الحوض بتاع المواعين مع الليفة بيعصبني وان الحاجة كلون تبقى باينة على الحوض من فوق او على الترابيزة برضو بيعصبني فالمسحوق بتاع المواعين لونه اخدر ومسحوق بتاع الايدين لونه بينك او فوشيع فده مدهيني جدا اشتريت التقم ده مكانش مكمل 250 جنيه تقريبا او 300 جنيه من على شيئن وطبق السيليكون ده برضو طلبته بس هما بيجيش مع بعض تمام هما الازازتين دول بس فضيت بقى هنا فيهم ازازة من اللي هي اللي بتخسلي بيه ايدك تمام الهانجل او الهاندوش بتخسلي بيه ايدكي على الحوض لو انت مش بتخسلي مواعين او بتعملي حاجة بعيد تخسلي ايدك بصابون او كده بدل ما تخسلي ايدك بالصابون بتاع المواعين بيبهدل اليدين جدا جدا ده بيبقى اخفي كتير والطف والفرشة اللي هناك دي كنت شاريها من ايكاية قبل كده وردها لكم تعالوا بقى اكلمكم عن الاختراع الرائع جدا 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 ده دي يا جماعة من اروع الاختراعات اللي وردت في الحياة دي حامل بيجي من شيئا بدابل فيس تمام بيتلزق في الحوض وبقى بيطلعش لا بالمية ولا بالصابون ولا الحمد لله بقى لي فترة مركبية كبيرة ما جرلوش اي حاجة الحمد لله بتشيلي القطعة الستانلس دي وبتلزقيها في الدابل فيس ده جوه الحوض وبتعلقي عليها ايه بقى الليفة السبونجة بتاعت المواعين بتصفي ميتها بتنشف على طول بتبقى مش بيئة خصبة للبكتيريا والميكروبات فبتفضل عايشة معيك فترة اطول وما بتبقيش قلقانة ان هي تفضل في المية على طول لان الموضة ده بيضايقني جدا واكيد بيضايق كل ست بيت فشوفولي كده الامر ده هما بيجوا اتنين مع بعض ممكن تعملي واحدة للسبونجة والتانية للسلك المواعين مسلا او للغطى بتاع الحوض ايا كان تنفس الازايز بس للتويلت علشان اه ما بحبش برضو يا جماعة شكل الشامبو ازاست الشامبو والكونديشنر والبوديووش على الحوض او على البنيو مثلا او على اي ان كان انت حطها فين ما بحبش شكل الازايز وكل الازايزة بتبقى لون مختلف وكده فقلت اوحد الشكل وجيبت لونهم اسود او بني غامق قوي هتليق معا الديكوريشن بتاع الحمام وبيجي معا الورق ده بيتلزق على الازايزة وبتمليها يبقى كا ديسبنسر عندك على الشاور بتقف يا جماعة بجد تاخدوا شاور ما بتاخدوش وقت بقى فان انتوا تمسيكوا الازايزة وتقلبوها وتنزلوا منها هي ضغطة زرار واحدة على الديسبنسر من فوق بتنزلكوا كل اللي انتوا عايزينه فبتدي الشياكة لو توحيد لون للمكان وفي نفس الوقت يعني بتسهل عليكي المدة اكتر والوقت اكتر في الطايلت وبصتولي بقى على الهابل اللي انا بعمله دلوقتي يا جماعة بصوا كنت بفضي البودي بوش في الازازة وقع كله كده زي ما انتوا شفتوا المهم تعالوا وريكوا شكلها في الاخر هاي بقى عامل ازاي وهو ده الشكل النهائي يا جماعة بعد ما حطتهم في الرف عادي الطبق السيليكون التاني اللي انا حطيت فيه انا مختارة بس الطبق مع الحاجات دي ما كانتش جاية معهم وده الشكل النهائي اروى واهدى بكتير لو الفيديو عجبكوا او عندكوا اي استفسرات اكتبوا لي في الكومنتات وما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وشوفكم في فيديو جديد وباي باي